اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صرنا بالحلقة 14 إبراهيم صرنا بالحلقة 15 صرنا بالحلقة 20 فيعني ضل 80 لنوصل للمية فقديش أنا مطول بالي انه لحد هلا ما طلعت يعني ومطول بالي عليك ويعني بعيني خير خير طيب بسع كلين اهلا وسهلا فيك ايهاب معنا انت موجود معنا اول مرة بالبودكاست قبل ما نبلش ونحكي عن شو رح يكون موضوع البودكاست اليوم ايهاب هو واحد من اصدقائنا اللي جدا مميزين لتجربته بصراحة ممكن نتعلم منه كتير وحبينا نعرفكم عليه بهذه الحلقة رح نحكي فيه عن كتير امور بتتعلق بالصحة الجسدية وبالتغذية بس بالبداية ايهاب للاشخاص اللي عم يسمعونه وما بيعرفوك مين هو ايهاب؟ اسمع ليشام انا قدمه له ايهاب ليك يا جماعة ايهاب هو حلا اكتشف قديش قيمت واهمية انه واحد يهتم بجسده وبصحته الغذائية كان مؤثر عليه بعدة امور يعني منا 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 الوزن الزايد اوكي ومنا كمان دخلت بشكل او باخر لشكل نفسي طبعا قدر يتغلب عليهم ومن خلال التجربة اللي هو عاشه طبعا يعني لقى حاله انه اكتشف نظام غزائي واكتشف امور كتير نحنا او احرى طريقة لحتى نحنا ننظم الالية اللي جسمنا بيشتغل فيها لنفهم الالية اللي جسمنا بيشتغل فيها اليوم نحنا جبنا او الاحرى انا اللي دعيته اوكي وشكرا للي هشام تشكرني انتهي فيها بعدين لحتى يشاركنا بها التجربة طبعا من الوقت انا يعني اكتشفت انه هو خسر هاي هذا الكمل هائل من الوزن انا ايلي حوالي ثلاثة شهور مبلش بالنظام اللي هو ميشي فيه انا شخصيا خسران لحد الان حوالي 13 كيلو فحسيت انه هي تجربة ايهاب هي كتير تجربة تستحق النشر وتستحق انه يضوى عليها هو هلا كتير خجول يعني انه يحكي على هاي الامور اللي هو قدر يتجاوزها واللي قدر يعمل فهذا هو ايهاب لا بتعرف على فكرة الموضوع مو انه خجل الموضوع انه يعني ابراهيم عجل شجعني ابراهيم انه تجربتك تستحق انه ممكن تكون لناس كتير يعني فانا بصراحة تماما اخي شاب اللي يشتغلوا معنا الجيران رفقاتنا اللي بنعرفهم بنشوفهم كل يوم face to face هدولة انا قدرت عن جد تأثر عليهم بشكل كتير كتير كبير وحتى لما شفت ابراهيم بعد قفلت هون الوضع بعد الحجر الصحي فاجيت لعند ابراهيم فابراهيم انصعق يعني خيال يشام انك انت تشوف رفئك جاية خيال انك تشوف رفئك جاية لعندك انت صليك 3-4 شهور مشايفه تلاقي من شال منه بني آدم يعني هو شايل خمسين هو حرفيا يعني شايل منه بني آدم شايل من جسمه بني آدم انت تشوف قنزة ابراهيم وعن ينطفو الأرض مين انت مين انت والله من صوتك بس عرفتك مين انت فانه يعني عن جد هو بكل ما تعني الكلمة عن جد الواحد يبيخسر كتير مش بيخسر طبعا هو بيربح بس بيخسر كتير اشياء لما ينزل وزنه اشياء يعني بكل ما تعني كلمة شخصية مية وثلاثين مية وسبعة وعشرين لتسعة وسبعين هالفرق هذا بالوزن هو يعني فيك تسميه عادات تقول عنا عادات تقول عنا تسويف يعني التسويف الهوة ايه بكرة يلا بعده يلا فهي الخمسين كيلو هذور هنه كانوا فيك تقول يعني عبق نفساني وكان للأسف عبق كتير صعب على الجسد يعني يتحمل هذا العبق انه انا اليوم ايه بكرة فهيك نحن بنقدر نفيد اللي عم يسمعونا يعني هلا انت بتقدم حالك على انك انت تجربة انك انت خمسين كيلو خمسين كيلو راح تماما انا كنت حابب انه تحكي على شو اول الاشياء اللي انت بلاش تغيرها بحالك اول الاخطاء اللي انت كنت تمر فيه واللي معظمنا اللي انا كنت تمر فيه ريفان كانت مر فيه ممكن هشام ممكن اي حدا هاي الاخطاء المتوارثة بالغذاء وبالاكل وسواء من الاوقات او بهي التفاصيل برهوم اللي صار انه انه اول شغلة انا زبطت النوم هاي اول اول شغلة زبطت خاصة انه بكورونا اذا انت بامكانك تتحكم بان انت راح تنام ان انت راح تصحى انه ما عندك شي يومك كله لك يعني يعني موضوع كتير مهم جدا 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 انه من فترة الساعة داعش تقريبا لا الساعة ثلاثة بالليل بيصير فيه عمليات جوه الجسم عمليات حيوية وكتير تفاعلات بتصير لازم تكون الانسان بيوضع النوم بهاي الفترة يعني خاصة طبيا بين الايداش بالليل وثلاثة الصبح تماما يعني مثلا الرئة بننظف الرئة بيصفي كتير امور بالدماغ على ما نكون كمان كتير مع انفسنا الساعة داعش مثلا الساعة ثلاثة كم ساعة النوم يحتاج للانسان باليوم والله يصدقني أهلا حسب حسب انت الجهد بالجهد وسطيا يعني سبع ساعات سبع ساعات موزعين بقلب النهار لا لازم يكون في قيلولة بقلب النهار نصف ساعة مو أكتر من ايه عن جد على فكرة حتى باليابان عملوا دراسة من فترة مو دراسة عملوا مثل انه تجربة النقل تجربة انه موزعين اليابانيين بيعطوهم نصف ساعة انه مثل بيناموا فيها وبيفئو هي بتجدد لك نشاط جسمك كله عمش فكرة نصف ساعة اللي انت بتريح فيها فالنوم هو بيخليك انت حتى على فكرة أينشتاين مو أينشتاين أو أي أينشتاين كان يحط بيده مفتاح ويفكه فلما يخفى يفكه فشفت هال ثلاثة أربع دقائق يفصل فيه كان يقدر يحل فيها فالنوم لازم الانسان يكون بصحة ويكون بطاقة كتير عالي طول النهار بدون متعب بدون هيك طبعا هذا الموضوع بعتمد على أنه يكون كمان معدل نشاطه يكون متوسط ما يكون فيه كتير جهد الشغلة الثانية هي الضغط النفسي أنا عرفت أنه بضغط نفسي بستريس لازم هذا الضغط أنا بوقفه وطبعا توقيف الضغط النفسي حكو أنه في عندي كتير أصدقائك بمرحلة اكتئاب وكذا فبعرف أنه الموضوع له علاقة بالتغذية بالأساس وحتى لطب أثبت أنه الاكتئاب هو مش مرض نفسي يعني هو نتيجة وليس هو يعني ليس سبب وليس سبب سبب هو بيكون فيه نقص معادن نقص مغذيات وفيتامينات مشاكل بالميكروبيون بالأمعاء يعني مشاكل هي 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 بتكون البداية فكمان زبطت التنفس عندي هلأ كلهات ما نحن متنفس إذا بتلاحس لعند الرأبة بس بنطلع النفس هذا النفس الطبيعي الناس تنفسه فزبطت التنفس أنه يكون يوصل للرأة يوصل للبطن ويطلع فأنه هذا كمان كتير كان بيساعد كمان الرياضة هلأ ما كنت مارس رياضة يعني صعبة امشي ماشي سريع اللي هو مثلا ساعة باليوم أو ساعة ونص باليوم المشي على العشب كمان يعني كله بيخص التأمل والأمور يعني أنا علشت الأصص النفسانية أول شي بعدين اللي حتى انتقلت للموضوع الجسدي طبعا هذا كله مع بعض يعني بس أنه أول شي أنا كنت عم عم ريح حالي طبعا بسبب السمنة بسبب القلق يعني هاي سبب هاي سبب المشاكل عفت شو يعني أي حدا عنده سمنة يا جماعة أي حدا عنده قلق يدير باله أنه بأي لحظة ممكن ممكن يصيبه شيء يمكن ما يقدر يفهمه ممكن ما يقدر ما يكون عنده زمن اللي حتى يتفهمه مثل ما سامع رفيقنا هون يعني أحد الأشخاص بنذكر أسمه كان ناوي وفات بالسيستم يعني أنا شفته ما فيه هلا يعني ما يقدر يفكوت بالسيستم كامل فالأسف بعد شهرين ثلاثة وكانتوا تعب أرهاق ما يقدر يمشي يعني السيستم الغذائي صارم طبعا أنه أنت عندك مشكلة جسدية فأنت لازم تواجهها عن جد ما تأجلى يعني أنت عندك تعب عندك إرهاق عندك مشكلة بالتنفس بالأمساك مثلا بإسهال عندك مشكلة بالهضم عندك انتفاخ عندك بلوتنج يعني غاز عندك أي هذا كلها مشاكل لازم الواحد ما يسكت عليها عندك صداع وجع بالظهر وجع بالرقبة هاي لازم ما تسكت عليها إنه هاي نحنا نحنا ما بنعرف هاي ممكن تكون لقدام تكون مشكلة مزمنة تظهر مع أول التهاب بالجسم حتى لما يجيكي قريب هلا أي حدا بيجي قريب ينزل عطول على المنطقة الضعيفة بالجسم يعني صح هلأ واحد إذا بيجيب تيجع وركبته عطول لما يقرب عطول بتيجع وركبته بسرعة يعني عطول الجسم بيضرب المنطقة الضعيفة عرفت شو تمام كنت أنا سابقا لما أنت بلشت بالحمية أنا كنت أسألك كتير يعني لما زرناك أنا وريفان ومرلوا لحتى نفهم منك كيف بلش بهذا النظام فأنت كنت تحكي كتير على مصادر الأغذية تتبه للكيميا تبع جسمنا وشو جسمنا بيحتاج أوكي وأنه نلاقي هاي الحاجات تبع جسمنا بالمصادر الطبيعية فأحبك تحكي تجربتك بين هذا الموضوع أو بالأحراب شو كنت تعمل قبل وشو تغير ما حلأ بالنسبة لها وعدد وجبات الأكل وأوقاتها نحن نحكي على العدد العدد لله مو كتير مهم قدام الأوقات يعني مثلا الناس كلها أغلب الناس حتى يمكن تدير ناس يعني عندهم أنكم يكون أطباء يخالفوني بهذا الرأي بس هذا عن تجربة طبعا مو مو بس عن تجربة هذا طلع بروتوكول يتبعوه بكتير مراكز عالمية لأنه يعافوا الناس من أمراض المعدة من أمراض الأمعاء أنه لازم الإنسان ما يفطر أول ما فيه ما يفطر لازم يشرب مي ممكن ممكن شوية يحب عصرة ليمونها يعني نص نص ليمونة فالفطور الصبح الناس أغلبيتها أخذ يعني أخذ يعني نظرة أنه الفطور لا لازم يكون الصبح أول ما فيه الواحد وكتير أطباء بينصحوا حتى فيه أستاذتي بالبرتش كانسل قالت لي أنه أنه أنا طبيبي يعني عجز لحتى يخليني أفطر الصبحيات فأنت بدك تغير لي عادتي هلأ بعد ما هذا الطبيب تعب معي كتير تعب لحتى يخليني أفطر الصبحيات فبنظامة التنظيف الجسم فهو الفترة الصباحية الأمعاء بتتنظف فيها القلوم بتتنظف والجسم كمان يعني أنت شوف لما تقول أنه مثلا ما لازم تفطر الصبح أصدق أنه يعني بفترة الصباح ولا أنه أول مدفيق لا من أول مدفيق لبعد شي ثلاث أربع ساعات يعني فإذا مو له فطور بحد ذاته على قدمة أنه وقت الفطور وقت الفطور وقت الفطور أنت لازم تبعده أنا يعني كيف ديقلك الإنسان يشوف حاله يعني ما يشوف الناس إنته بتفطر والناس إنته هو إنته فاق خمسة لازم عشرة يعني مش لازم بس عشرة يداعش تكون الوجبة الأولى هيك بيكون الأعضاء كلها اشتغلت الأعضاء كلها ارتاحت كل عضو عرف شو بده يشتغل كل عضو أخذ أشياء بده إياها كل عضو جاهز حتى يستقبل الأشياء البده إياها هم تيجي واجبة الفطور بيقلك فطار فطور ملك أوك إتسكي فطار فطور ملك بس ما تفطر أول ما تفيق لأن أول ما تفيق تصدم جهازك أنت الهضمي رح تخربه تماما يعني أعرف شو فالبروستيس تبع عملية الهضم بصير فيها مشاكل يعني طبعا بتظهر هي على الزمن على المدة الزمنية وهلا في كتير ناس عم تعاني لأسف من القولون يعني أنا كتير بسمع كلمة قولون 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 كتير ناس كتير كتير ناس بناء على كلامك إيهاب فينا نقول فيه سيستم غزائي خلنا نسميه صحي أو متكامل بيجمع بين أنك أنت تكون عما تدخل الأمور الإيجابية أو الأمور اللي جسمك بيحتاجها وبنفس الوقت أنك تكون عما تنظف يعني تكون عما تنظف بنفس الوقت الجسمك فبس حابك تستفيد أنا عن نفسي يعني أنا كان عندي أعراض كتير مرضية خلين أقول فأنه كان لازم اتبع السوب كتير صارم أنا عن نفسي يعني فأنه مثلا من خلال أعطيك أنا الخلاصة لازم يكون فطور ما في فطور لازم يكون عبارة عن سلطات ممكن الواحد قبل الفطور يشرب ويتغراس هو عبارة عن عشب الأمح عشيش حشب الأمح عصيره أو ممكن مثلا يشرب أي شيء فيه كلوروفيل ممكن عصير عصير هو من أي شيء ورق أخضر من أي ورق أخضر شو ضرورته للجسم هلأ هذا يعطي أكسجين للجسم للخلايا يعني بفوت بينظف بعقم كل شيء مجاري وينما يمر بعقم غير أنه بيحتوي على كتير مغزيات كتير كبيرة وغير فيتامينات ومعادن مثال عشب الأمح مثلا مثلا فيه كتير أنزيمات عشب الأمح أكتر من 93 أنزيم يعني بالمئة طبعا هن النسب كل حدا مثل أنت لما تفتح اليوتيوب أو لما تفتح البحث تلاقي كتير في ناس عم تحكي كل حدا ما يحكي نسب فنحنا ما نفوت بالنسب ولا ما نحن بالتهويل يعني عن نفسي مثلا أي حدا بيهول عن معلومة فأنه بصراحة بخاف منها فأنا عن نفسي مثلا كنت أصحى الصباح ممكن أشرب أشرب مي مي فاترة طبعا مي باردة وقفت كلها مي باردة المي الفاترة أو المي العادية بدرجة حارة الغرفة أحيان طبعا ما كنت أنا أخذ عصرة ليمون في ناس تاخذ عصرة ليمون لأنه ليمون بيعطي بالجسم سكريات بيرفع الإنسولين عرفت شو فأنا ما كنت أخذ ليمون ممكن مع علاقة زيت زيتون مع علاقة زيت سمسم ما كنت أنا على ديراي أنه زيت سمسم بيرفع كمان نسبة الاستروجين بيحفز أنه الاستروجين بجسم فكمان ما كنت أحيان مي زيت زيت زيتون إذا موجود وإطلع بره البيت هاي أول ما أول ما حدي سحاب بيطلع بره البيت كنت هاي قبل أي نشاط بحيات يعني أي شي يعني بعدني أنا لستني بمرحلة الاستيقاظ خلية نقول فكنت أطلع بره البيت أتمشى روح على حديقة جمدنا وامشي حافي على شب أرجع كون شو جايب معي خضرة اللي بدي أعملها أشياء جميلة صحن الصلطة معك شو مو كوي هذا هلا كتير الصحون صلطة كتير كبيرة فأنه أرجع على البيت أعمل عصير قبل 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 صحن الصلطة اللي بيحبه إبراهيم كنت أعمل العصير يا أما عصير عشب الأمح يا أما عصير أخضر من الورقيات من أي نوع من الورقيات كنت أبعد عن النعنع كمان النعنع يعني بيحفز الاستروجين يعني واحد بيدير باله كتير بفترة العلاج خاصة من نسبة لي يعني أنه لازم دير بالي كنت مضبوط من موضوع محفزات الاستروجين لأنه كان شكل السمنة هي مش يعني السمنة في إلها أشكال في ناس بس عندها كرش فقط في ناس بيكون عندها مثلا دهون حول الخسر ودهون في حالة تفدي بتكون قد ما كان نسبة تفدي ولو وبسيطة فهي تعتبر الاستروجين زايد فأنا كنت كثير حذر أنه لازم واحد يكون كثير ستريس لأنه لازم يكون ستريس حول الأغذية أنه أبدا ما قرب على شي بيرفع الإنسولين بالجسم طبعا فضل الله أنا ما كنت أفطر وهي المعلومة كان كثير عليها مشاكل أنا كثير أسمع أنه الفطور لأ مهم ناس تقول مهمهم بس أنا ما كنت أفطر لأنه كنت مرحلة أنه بدي نتيجة بدي نتيجة أنه هاي العراض تروح فأخذ العصير الأخضر هذا يعني كثير طيب ومفيد بنصح في أي حدا يجربه السؤال أنه مثال مثال أنا كنت حد بالخلاط عندي على البلندر أحط جورجير مثلا بأدونس خيار ممكن كوسة مثلا أحيانا هلا كوسة ليش الخيار وكوسة بشان يطلع هيك سموثي يطلع كمان مثلا أحط شوف شوف يو ورقيات كزبرة كثير طيب الكزبرة كرافس كمان الكرافس ممتاز جدا الكرافس يعني فوائده فحطهم مع شوية مي وأخلطهم هلا أحيانا إذا كنت مو فاطر فأنا بس إشاب العصير صفي الألياف الألياف خليها مع صحنة صلطة حطة رجعة يعني هلا إذا كانت كانت العصير أخضر بالليل ماسا يعني فأنه لأ خليها أو مون مثلا فترة ما بين الوجبتين فكنت لأ خلي الألياف الألياف إنه كتير مفيدة للميكروب أيوم الألياف اللي هي خلنا أقول التفل التفل أيوة التفل تمام هاي جينا خلصنا يعني يومنا صار لازم واحد يفطر يا كل شي شغلي حطينا الفطور الفطور هو عبارة عن صلطة بالنسبة لي إنه كنت تبع بروتوكول بروتوكول هو هذا بيعالجوا فيه الكانسر بيعالجوا فيه جميع أمراض اللي ممكن تتخيلها أنت بيعالجوا فيه هذا البروتوكول إنه هذا بيمنع شيء اسمه التهابات بالجسم طبعا هو أنا بالنسبة لي هاي الشيء اللي خلاني يرضي مخيلتي هذا اللي كان ينفع معه هذا اللي هو هو اللي شاف إنه أنا خيوه فيه عندي مجموعة مشاكل خيوه هذا البروتوكول هو يعني أنه راح للبروتوكول الأقصى فهي نجي لوجبة الفطور الجميلة معنم إذا بتكتو تفطر وجبة الفطور مع إيهاب إذا أنت رح تتحول لغنمي شفت الغنم كيف يعني تماما تماما في كمية حشائش وكمية أعشاب أنت بس خلص يعني أنه غنم يعني عن جد لما بنقعد نعمل فطور فطور بيصلح لغنم شوف يا إيشام يعني 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 فضل الله شوف الدنيا كلها خضرة شوف السهول شوف الجبال شوف الدنيا خضرة شوف ما أحلى الخضار واحد لما يقعد يطلع بالخضار بترتاح عيونه فالخضار كمان لجسد لجسد كمان الجسد بيحبه كتير بيحبه كتير كتير لما فيه من مجانيزيوم لما فيه من فيتامينات يعني شو بيخطر ببالك وإنزيمات هل أنا تبعت نظام اسمه الرو فيجن اللي هو النباتي الأكل النباتي الني أو إذا بدي دخل شي في مثلا يعني إذا بدي دخل يعني ها أكلة مطبوخة فإنه بدا تكون يعني الأكلة هاي كتير كتير بدا تكون يعني نسبتها قليلة بنظام بنظام الغذائي اليومي كله يعني لازم تكون قليلة يعني عشرين بالمية مش أكتر من هيك أبدا وهذا من خلال طبعا أنا بثق فيها بما يخص التغذية فإنه هدول الناس عن جد يعني أنا وثقت فيهم يعني مؤخرا والأسف يعني كان لو بداية أنا سمعت اللون وهيك كان ممكن كتير أنه يعني اختصر حالي بمسافات فكنت أخطأ أخطاء كتير كلها هاتنا هلأ بنخطأ مثلا واحد بتيبلش بنظام الغذائي كتير فيها بيخطأ فأنا شو صرت أعمل بكل بساطة ورأ وقلم أنا شو شو عم باع كل يوم يلا بدي أعمل صحن سلطة بدي أحط بندورة خيار كوسة جرجير بقدونس اللي شو المواد اللي عندي طيب أوكي تعال جيب هالبندورة بدي أحط مثلا معهم كمان ليمون بدي أحط معهم بصل بدي أحط معهم ثوم وزيت ويا سلام وكذا طيب أوكي جيب يلا البصل شو في البصل البصل فيه سكريات البصل خاصة الأبيض حتى الأحمر كمان هذا كانسل مثلا البندورة فيها كتير أملاح لازم ما تتاخد أنا بالنسبة إلي عم بحكي لك يعني لازم ما أخذها بالبرتوكول ما شعلي لازم ما أخذها بشكل يومي ممكن تاخد مرة بالأسبوع وحتى البندورة مفترض هي تنطبخ إنه فيها لكتينات هاي مادة ممكن نحكي عليها بعدين فإنه فيها هاي المادة فهي لازم تنطبخ شوي يعني هاي بالنسبة لأي كل مادة غذائية تجيني أنا بس أنا بدي أفطر اليوم مثلا خيار مع توم مع مثلا كوسة مثلا وحط عليهم زيت زيتون طيب شو في زيت الزيتون شو في التوم شو بينفع الكوسة الكوسة شو بتنفع الخيار شو بينفع هيك الواحد بصير وصل ل ما عرفه بكل شي عم يأكله يعني حتى أنا كنت مثلا قلت بيض يلا نزل بيض بدي قلت أنا خفت حالي خفت حالي وقع بالأرض فقلت خليه نزل بيض عشان يكون نوعا ما الأكل يعني متوازن يعني مو متوازن يعني أكلي قومني بشكل كويس يعني فالبيض طلع فيه كتير مشاكل البيض خاصة البيض اللي بي نباع للناس لازم يكون إذا واحد إذا بده يتناوله أنا أوكي هلا نباتي بس أنا مش ضد الناس تاكل لحوم وأنا حتى أحيانا أنا باكر سمك يعني فإنه هاي حرية شخصية فإنه لازم بس لازم أنت المصدر اللي عم تاكل منه هذا البيض لازم يكون أورغانيك لازم يكون الجاج اللي بطهي البيض لازم تكون عم تاكل من الأرض ما عم تاكل علاف ما عم تاكل أي نوع من أنواع طبعا ما في الطريقة هلأ بدك تسق بصاحب مزرعة وهذا الشي كتير صعب بصراحة يعني لناس العيشة مثلا بالمدن لناس العيشة يعني صعب بصراحة فإنه هيك شوف أنا شو مصادر البيض مثلا البيض شفت أحد الأشخاص عندهم مزرعة والبيض عندهم بياكل من الأرض شو يعني يأكل الأرض يعني الأرض عطول فيها ديدان يعني الأرض الما فيها دود هي أرض مش مباركة أرض مش مزبوطة ما فيها خير مياكل الدود هذا الدود فيه غذاء نحن مش رح نقدر نتقبل الدود أكيد بس نتقبل البيض اللي تجي من الجاجة بتاكل الدود والبيضة هي تكون شريتها سميكة فيها كتير مغذيات حتى الصفار طبعا بيختلف تماما من صفار البيض العادي طعمها كتير يعني فيه زنخة طعمها سوري ولو كلمة بس عن جد يعني طعمها كتير هيك كأنك حاطت عليها سمن بلدي دسمت كتير دسمت فأنا أول فترة أن أي دهون حيوانية تدخل الجسم فأنا كنت كمان التجربة كانت كتير يعني خاصة أن الجسم ما عم يأكل فأنه أي شيء عم باكله أنا عم بحس فيه يعني أي شيء أي شيء عم باكله إذا بيعطي طاقة عم بحس في الطاقة اللي فيه أي شيء أي شيء بيعمل مشكلة بالمعدة بسرعة عم بحس فيها كتير كنت أنا طبعا دائر بالي لفكرة أنه لازم يكون في دهون لازم يكون في بروتين لازم يكون في كربوهيدرات لازم يكون في سكريات يعني كنت كتير دائر بالي من قصصها يمكن الناس تقول إنه هذا كيف ما بس خضروات كيف عايش لا أنا كتير كنت دائر بالي كنت تدخل كربوهيدرات بالبداية كنت مثلا أعمل شربة عدس بالأسبوع أعملها مرة أو مرتين كان يدخل بيض كان يدخل بندورة كانت تدخل كتير أشياء أنا يعني 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 لدي فيني استذكرة كلها ولازم الواحد يكون كمان يكد إليك شغلي الحياة بدأ أوي ما بدأ الحياة يعني يعني تسويف أنا صدقا أنا مثلا أوي بشغلي أوي بكذا بس إنه القوة هاي لازم ما تكون مجزئة أو سوري ما تكون هاي بس بمكان واحد لازم يكون بعدة أماكن أنا هشام هيك بس إضافة على كلام إيهاب لما يعني قبل قبل ما بلش أفهم إنه أهمية إنه أنا أعرف شو عم يدخل لجسمي و منين أنا عم جيب مصادر الطاقة اللي أنا جسمي عم يقوم بالعمليات وفيه يعني كنت كثير عشوائي وباعتبار أنا كان يسكم معي كثير أشخاص فكل حدا في عنده نظام غزائي شكل أو بالأحرم ما كان في أي نظام فإنه يلا الوجبة اللي بتطلع أنا بدخل فيه الوجبة اللي بتنزل يلا إنه أنا أنا إني يعني جوعان معني جوعان إتس أوكي يلا إنه بسائرة ما عندي مشكلة آآ كتير 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 يعني هاب ساعدني بأنه نظم مفهوم الشهوة هلا قبل قبل ما نحكي عن الشهوة هي خطوة يعني موضوع مهم إنه الإنسان لازم يتعود على جميع أنواع الطاقة يقدر يتغذى عليها حتى يقدر يتحكم بالشهوة يشوف شو الطاقة اللي بتعطيه الأكل اللي بيعطيه طاقة أو نوع نوع الغذاء اللي عم يعطيه طاقة و و بدون ما يكون فيه مثلا تأثير على على شهوة أو تأثير على جسم أو على التهابات أو على هيك هلا أغلب أغلبيتنا كلياتنا ناكل خبز نشب كولا نشب كولا هاي طبيعي حلويات بطاطا هي كل أشياء بالجسم هي عبارة عن سكريات هي عبارة عن إنسولين هي يعني هي لما تنزل على الجسم بيرتفع الإنسولين لك لأحكي لك ميكانزم بسيط طبعا فيه عدة يعني عدة آليات بس الآلية الأكتر اللي عم يتواجهها أغلب الناس إنه الجسم بتعود على طاقة الدهون أبدا فهي مشكلة هي مشكلة كتير مهمة فبنجي نحن للمشكلة المقامة الإنسولين هي هي عدة ميكانزم في الجسم الإنسولين لما يرتفع بمنع هرمون الشبع أنه يصل للنماخ فأنت كل ما تأكل ما عندك مشكلة إمراهيم إذا أنت تأكل مثلا اليوم وجبة بتاكل عشرين وجبة ما في حدا بيقلك إنه أنا شبعت إنه ما في حدا بيطلع من بطنك يا جماعة أنا شبعت هذا الهرمون بيطلع مسكين برجع مرة تانية بيطلع برجع مرة تانية في إنسولين مش عم يقدر مش عم يقدر أبدا يعبر هذا الهرمون ما بيقدر يعبر عن أحد الشبع تماما تماما وأنت فعليا أنت تكون آكل مع كورونا تعرف شو مع كورونا أنت أربع معالق مع كورونا يعني شي كتير تخيل أنت تكون آكل صحن مع كورونا مكورونا هي مكورونا هي مكورونات النشويات اسمي دي نشويات نشويات صرفة وهي مضرة جدا بيطلع مواد مضافة محسينات وتتصنع بطريقة يعني في شي مننا من الصحة في شي من غير الصحة لأنه بيطلع محسينات وأي حدا بيصنع مع كورونا بيكونوا عرفان تماما أنه بحطوه حسينات لما بتدخل على جسم النشويات لا نشويات كلا نشويات صديقي هي بتدخل على الجسم في عدها عدة وظائف النشويات هي مهمة كتير للجسم تعطي طاقة بس أنه الجسم ممكن يحولها لسكر وهي بترفع هي بترفع الإنسولين تتفكك له سكر طبعا ما تتفكك له سكر فاحتفك لسكر ايوه ترفع حتى البطاطة بترفع حتى البازيلا بترفع الإنسولين صور في أشياء كتير بترفع الانسولين فيه اشياء بترفعو بشكل بسيط فيه اشياء بترفعو بشكل كتير تمام السكريات الصرفray يعني ايشي فيه سكر مضاف هشام ايشي فيه سكر مضاف فهو برفع الانسولين طريقة غير طبيعية نحن ليش منقول مثلا الفواكه افضل من السكر لأن فواكف هي ألياف الألياف بتبطئ عملية امتصاص سكر مداما تجيك أنت صدمة ضربة قوية كتير كتير تجيك ضربة على السكر قنبلة سكر لا تجيك بالراحة حبي 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 الجسم في سؤال شائعة كتير بيسألوه يعني لما بلشت بالحمية سألوني أنه أنا شو بدي أعوض عن الخبز الأبيض فأنت لون الخبز الأسمر فيقلولي أنه طب ما تنمى هذا طحين شو الفرق ليش الخبز الأسمر ما بيضر مثل الخبز الأبيض الصرف اليومي وهل ممكن نعتمد عليه بدل الأبيض مثلا بشكل دائم أجدادنا عادة كان غذاء رئيسي الأمح للبشر ما فينا نحن نقول الأمح مضر أو الأمح لتحين مو مو قيس بقصد شو اللي بيفرق لما تكون حبة الأمح كاملة ومعمول منها الخبز أو حبة الأمح المقشورة اللي هي الخبز الأبيض شوف راح أحكي لك بكل بساطة خلينا نقول للطحين الأبيض الطحين الأبيض هو عبارة عن نشا وبروتين تمام لما ينعمل بطريقة المخابز بيحطوله خميرة سريعة هاي تاني مصيبة يعني هو أنت نزل عندك نشا وبروتين هدول اللي بصيروا الاكتينات بالجسم مواد متصلبة خلينا نوقف على الموضوع هذا فوت موضوع شو الخميرة السريعة هاي من أسوأ أنواع الخميرة هاي أصلا ما بتخمر يعني ما بتخمر مفهوم الناس متخيلينه يعني هي ما بتحط يعني ما بتحول لهذا الطحين بطريقة سليمة لأنه خلال ساعتين ما فيش بيتخمر خلال ساعتين ما في أي شي بيتخمر خلال ساعة يعني يستحيل يعني خاصة أنت كماد غذائية عم تتعامل معها يعني أنا المخللل لما أعمله بالبيت بيأخذ معي أسبوع أقل نوع مخلل فالطحين حتى للطحين اللي عمل بالخميرة الطبيعية بيأخذ أقل شيء أوفرنايت أو من 8 ساعات تماما لما أعلمتني كيف أعملها تماما فهي الخميرة حتى بتعطي حموضة هاي الحموضة الخميرة يعني الحموضة هاي كمان ناس بتكرهها السبيعة والبطيقة هي البطيقة الطبيعية أيوة طبيعية حتى نحنا أجلالنا كلنا كان يخمروا يعني كان لما يخلصوا من العجين يعجنوا نسوان يخلصوا عجن يشيلوا أبسط عجين حطوه عجناب هاي بتكون خميرة تاني يوم عرفت شو فهي أنت المصيبة الخميرة المصيبة التاني هي المحسنات هاي المحسنات عبارة عن مواد كيموية وما في مقبز يستحيل 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 إلا بيحط محسنات يستحيل وأي صاحب مقبز إذا عم يسمعنا رح يعرف إنه كأن نحن عرفانين هي أي طريقة بيحط محسنات حتى أنا هون في مشروع يعني ألهمت في أحد الأشخاص محسنات للطعم أو لشو بالضبط لا محسنات هاي بتكون مش للطعم هي محسنات ممكن تكون للطعم في حال بات الخبز مشان ما يصير فيه يعني الخبز يبوز الخبز يخرب الخبز يعفن يعني مشان ما يطلع عفن مشان هاي الأمور هاي حفظ يعني هاي لحد هون الأمور رواء تجي وين بعدين المشكلة يعني كل ما نحب عدنا كل ما كانت هيك الوضع يعني أخفها كل ما عم تمشي بالبروسيس أكتر كل ما عم تمشي لا مش آه ما بل أصير أخف نحنا هنا يعني أول قذيفة عطناها الليكتينات هي اللي فايتعي الجسم فالمشكلة الثالثة هي السكر بيضيفه خاصة يعني هون بالسودان بيضيفه بيضيفه سكر كمية كتير كديرة بالخبز وهذا مشان يعطي طعم طعم جميل يعني فيك تقول هيك ومشان كمان يسرع مية تخمير على فكرة كمان الملح اللي عم يستخدمه هلأ يعني ملح صخري لا مش باليود اليود أنه غالي تعاف لو اليود رخيص كان يستخدموا اليود هلأ الملح الصخري وإتس أوكي يعني مش مشكلة يعني بديل يعني جيد بديل جيد عرفت شو هاي هاي مشكلة الخبز اللي مصنع فأنت تخيل الخبز الأبيض الخبز الأبيض تخيل عند الفرق الأسمر هلأ يعني شوف الفرق عندها شوف المصايب كلها حقيت لك هاي كلها نساها هلأ الخبز الأسمر صديقي لما أنت تحط لنخالة معه لنخالة فيها فوائد لا تتوعد ولا تحصى جميع مشاكل الإمساك اللي عم تحصل مع الناس وراها من أنه ما فيه ألياف غير الذائبة وألياف ذائبة بالجسم فالنخالة طبعا ألياف غير الذائبة وفيها فيتامينات كمية معادن أملاح شو بيخطر ببالك أشياء ممكن نحن بنعرفها وتحت المجهر العلماء شفوها في أشياء بعدهم ما شفوها يعني فيك تقول هي يعني شغلة ربانية فأنت بفصل قشرة عن اللي هي عم تعمل لخبطة عم تعطي مادة صرفة للجسم الجسم ما رح ما رح يقدر يتعامل معها مثل عم ياخد عم ياخد فيتامين سي بس مش عم يعمل شي أكله كله غلط كله بغلط ما رح ياخد مثلا دهون طبعا يعني فيتامين دال بده دهون لحتى يقدر يتفاعل بجسم شكلي كويس فإنه أنت عم تعطي مادة صرفة ما رح تعمل شي تحين الخبز الأبيض عم يفوت على الجسم ما رح يعطي فائدة إذا رح يعطي فائدة اللي هي يعني يعني أكيد ستكون في طاقة وفي معدى بتمتلى بس هي على المدى البعيد بصير فيه كثير مشاكل وخاصة مشاكل بالقلوم بما يخص التغذية بالخبز الأبيض فالخبز الأسمر هو بديل بديل ممتاز جدا بس الناس اللي عنده مرض مناعي أو عنده مثلا كانسر الله يعفع على الجميع يا رب أو اللي عنده سكر أو هيك لازم تبعد عنه الخبز تماما لازم تبعد عنه تماما بديل عن الخبز يعني في أكلات ما فيك تأكل بدون الخبز مكدوس مثلا صديقي أنا مكدوس أنا باكله لش سوري باكله لش المكدوس بالشوكة يعني بالشوكة تماما بالسكين والشوكة باكله مثلا أي شيء أي شي بدي أكله بس هي أنه عود حارك على فكرة أنه أنت تأكل بدون خبز تماما حتى بدي أعطيك كمان هيك كيف بدي أقول لك تجربة أنا تجربتي الشخصية أنه لما تأكل بدون خبز أبدا لش نقول لش فأنه لما تأكل لش صدقني رح تصد نفسك من أول كم لأمة يعني مثلا عن جد عن جد خيس أنت عم تأكل بيض مقلي لش جود تخيل منظر أنت أنه أنت عم تأكل لش تحس تقنز نفسك ما في أربع خمس معالق تقنز نفسك مع أنه بيستخدموا الخبز يفترض أنه يعني بيستخدموا الخبز طبع أنه كل بخبز كرمال تشبع عرفتها هيك هي الجملة اللي بيستخدموها ما هي نظامي 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 مع العلم نظامي طبع أنه بتصد نفسك يعني أنا هلأ لما يهاب عم يقل لي أنه بيض مثلا بالشوكة أو مكدوسة بالشوكة يعني أنا ما بتخيل أني تابع للمكدوسة اللي بعدها صدقني أو لبنة رح تستمتع حتى اللبنة أنا من فترة هيك جوجا معها من سوريا فجابين معهم لبنة يعني شغل بيتهم كنت الله خيرهم كنا معهم بفطور فأنه حاطين صح اللبنة فأنا تركت كل شي فأنه اللبنة أكلتها لش أنه عن جد طيبة بتستمتع الحموضة هيك تحسها هيك تفرش فرش بأربش فكرة فأنه أكل الليش وصدقني كتير مفيد وحتى بيخليك تستشعر بالطعام يعني يخليك أنت تحس عن جد الطعام الحقيقية للأشياء اللي عم تأكلها الخبز أحيانا أنت لاحظ في كتير ناس عندهم عادة لأمة الخبز تكون كتير كبيرة والمواد اللي جواتها تكون كتير بسيطة صحا صح كتير هي عادة من تشري فهي عادة كتير سيئة هي العادة كتير سيئة جدا جدا لازم الواحد يأكل مغزيات أخي الخبز هو عبارة عن يعني يعني أوكي ووسيلة حتى دو صلت في بعض الأشخاص في حدا من أصدقائي يعني الأكلات اللي ما بدي خبز بيأكل مع خبز عن جد أنه ما فيه يأكل إلا إذا مع خبز يعني مثلا يعني مثلا رز مثلا مكارونا بخبز مثلا خيل أو رز بخبز يا له رز أنا بعرفه بيأكل رز يعني الرز لازم يكون معه خبزين أو مثلا لأ في أكلات أنا بصراحة صرت أنسكي والله الواحد يعني هشام بصير والله صرت أنسكي فأنا شوق أنه هلأ عم بتذكر ليبرأ قالت ليبرأ كنت أكله بخبزه ودون خبز فأنه يا صلا عن جد بخبز موخ لأ الكوسة محشي مثلا الكوسة المحشي عفكرة أنا كنت استمتع فيها للفة بخبزة الكوساية وغرأة غرأة بالمرأة تبع البندورة والتوم والوايك فأنه عن جد شوف الواحدة يعني هلأ تسوكي يعني هاي شوف أجدادنا من آلاف السنين هاي الأمح موجود بوفرة والوفرة هي مو موجودة إنه سودان أكيد لحت تكون غذاء يعني لحت تكون غذاء للبشر يعني عن جد فأنا ضد فكرة إنه الأمح مو مفيد السكر مو مفيد أخي موضوع مو هيكي موضوع إنه الكميات الطريقة اللي عم تتاخد فيها هي المادة دمج الأغذية دمج الأغذية مع بعض يعني مثلا البروتين لازم ما يدخل معه سكر لازم ما يدخل معه سكر بيتحول لمادة كتير صلبة بالجسم عرفش فكرة يعني جسم ما عد بتصير عبق على الجسم فأنت مثلا مثل واجبة البروستر مثلا شو معها؟ كولا تخيل سكر بروتين سكر بروتين سكر بروتين سكر بروتين مثلا كتير أشياء يعني عادات كتير خط مثلا البطاطا المقلية مع كتشاب تماما حتى ما نحكي عن المقلي نحنا بس أنه خلينا بعدين المقلي الزيوت وكذا بس هي لسه لسه في كتير كتير لسه يعني يعني مواضيع كتير من الشعب فإنه الواحد عطول بدل لما يدمج الأغذية لازم يفهم دمج الأغذية كيف لازم يكون أهل قبل من زمن كانوا كتير أزكياء أزكياء جدا 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 كانوا يخمروا أكلهم كانوا يحضروا أكلهم طريقة كتير كتير يعني كتير كتير زكية ففي كتير أشياء يعني أهل قبل يعني شوف ما عد فيه موازنة أهل قبل أكلهم كان أفضل هلأ فيه علم بس الأكل أسوأ للأسف يعني مع وجود آلاف خبراء التغذية وكتير دكاترة بس فيه كتير تعتيم يا أخي فيه تعتيم على يعني على كتير قصص يعني فيه كتير تعتيم ممكن هذا موضوع الباب السريعة والربح اللي ممكن يجي منا والاستفادة عمليا من الكسل ومن يعني من قلة المروة طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني أني أفهم هالأمور كلها أصعب من أني أنا روح شتري سندويشة همبرغر تماما بس شوف مثلا مثلا الجائحة اللي صارت عن جد يعني ورجة الناس قديش ما صحتها مهمة مناعتها لازم تكون تماما طيب شو بتفرق مثلا يعني مثلا أنت سابقا كنت أقولي أنه البطاطا الحلوة كتير شي مفيدة وكتير فيها كميات وفيها قيم غزائية عالية بالرغم أنه هي بشكل أشكال نشويات فشو بتفرق مثلا البطاطا الحلوة عن البطاطا البيضاء أو البطاطا العادية ما نحن نعرفها مع العلم هاي حلوة وفيها شكل أشكال السكر مثلا طيب نحكي نحكي عن أن البطاطا بموجودة فنستغيبها شوي هلأ البطاطا هي تعتبر من غير المغذيات بإمكان أي حدا يبحث على هذا الموضوع يتأكد من هذا الموضوع فيها سموم حتى بمرحلة هي نية فهي فيها سموم هلأ نحن نرجع للإنسان البدائي إنه ما كان يطبخ الإنسان البدائي أوكي صار الزكي وصار يطبخ ويا سلام وهي مغذي هلأ تعتبر بطبخة وبسلقة وبشوية فهي تعتبر من غير المغذيات هاي الخطة الأولى حتى هي والبيتنجان وحتى البندورة وحتى كثير أشياء أفكرة وحتى الفلفلة يعني في أشياء عن رد تعتبر من غير المغذيات الفلفلة الحمرة طبعا هلأ بنجي نحن لمقارنة البطاطا الحلوة مع البطاطا المالحة هاي خلينا ونسميها المالحة البطاطا الحلوة هي البامبي بسموها سويت بوتيتو يعني مشان الناس تكون عم تميز بنامتها تماما البطاطا الحلوة وبطاطا المالحة فيه فرق كتير بالمغذيات يعني فيك تقول متشابهين جدا لكن نجي لبطاطا الحلوة فيها مغذيات دبل أو مو دبل تربل كما فيه نقول البطاطا المالحة فنحن ليش حتى نعتمد على مصدر ضعيف وركيك بالغذاء يعني أنا كشخص بدي غذي حالي أنا ما لي ما للناس معهم ما عندي علاقة بالناس أنا بدي غذي حالي ليش حتى أخذ بطاطا فيتامين A فيها بسيط فيها كتير أشياء فيها يعني حتى ما فيها ألياف يعني يعني فيها أكوية فيها ألياف ذائبة بس ما فيها يعني البطاطا الحلوة لما تأشرها أحيان بتلاحظ فيها ألياف داخلة جواتها يعني حتى بتعلق بسنانك هالألياف فهي كلها يعني فيها بتحتوي على مجموعة مجموعة غذائية كتير كتير كبيرة وضعف الأشياء المغذية اللي موجودة بالبطاطا المالحة فأنا كشخص مثلا بدي أنا ما بدي فويتك بالتخصص بخصائص هاي المادة بس نحن ما نحكي عن إنه بشكل يعني سريع هيك إنه هاي المادة ليش حتى أنا أخذ الشيء المو مغذي بأخذ بطاطا حلوة متوفرة موجودة هلا ما عافس متوفرة بكل مكان كل حد يعني بس إنه هي كتير شيء مفيد والبطاطا المالحة يعني أنا أحد الأشخاص كنت مدمن عليها في حياتي كله يعني فأفان يعني بس الواحد لما يجي بده ياخد مغذيات أكتر يعني بده يكون إنسان بده يعني يستغل المعلومات الغذائية فلازم ياخد أفضل غذاء خلال يومه ما مضطر ياخذ شغلة تكون عبق على جسمه عرفت شو يعني هي من مبدأ الانتقاء بس مش أكتر يعني كمان هي تعتبر قنبلة نشويات هاي بالحال المرضي أنا كشخص عندي بروتوكول ما بدي يزيد التهواب في جسمي فأنا ما بدي أرفع الانسولين أبدا برفعه بحالات معينة يعني وهو بيرتفع هو أصلا بيرتفع الانسولين ما فيش يسمه ما بيرتفع الانسولين يعني هو أصلا بيرتفع يعني أنت بتاكل خضروات بيرتفع الانسولين بتاكل دهوم بيرتفع بس مش الارتفاع اللي بتسببه النشويات هي سكريات معقدة تتحول لسكر عادي بغض النظر شو الصيغة تبعيته فالبطاطا تعتبر هيك تعتبر أنه هي مش يعني يعني ما فيك أنت تأخذها كمصدر تعتمد عليه بيومك إذا أنت عم تعمل دايت أو إذا أنت عم تطلع من حالة مرضية أنا كشخص بحسة كتير بهذا الموضوع وبحسة كتير بسيط تعتبر قدام كتير الناس طبعا يعني تجربتي كتير تعتبر بسيطة قدام كتير الناس باقي فالبطاطا الحلوة كخيار تعتبر أفضل ومش باعة أكتر لأنه فيها ألياف كتير ألياف من النوعين وفيها يعني يعني تصور هي جميع ما تحتاجه جسم باليوم من فيتامين A طيب أنا كحدة عندي سمنة ما عندي مشاكل مرضية شو الخطوات اللي أنا فيني أبدأ فيها بالغزاء أو طريقة الغزاء الصحي حلو كتير عندك أنت المعلبات لازم ما تدخل جسم أبدا الزيوت الزيوت المهدرجة لازم ما تدخل أبدا كمان شو يعني زيوت مهدرجة الزيوت اللي عم يعملوها زيوت النباتية حتى السمنة المهدرجة على فكرة سمنة النباتية ما في سمن النباتية يا جماعة ما في يعني هي ما عرف شو عم يعملوا البروست شو هي يعني شي غريب عجيب يعني عن جد بيطلعوها بيستخلصوها من عدة من عدة مواد يعني زيوت حتى الزيوت لك في معلومة عمليا هي هاي زيوت اللي احنا بنستخدمها للألي وهي القصاص للألي أو في ناس بتحطها مع الأكل أو في ناس بتحط فيها مع المكتوس في ناس تحطها في ناس تحطها معناتها شو الزيت الصحي زيت الصحي زيت الزيتون الله يا جماعة عطانا زيت الزيتون بسوريا مثلا يعني يعني للأسف غالي شوي وهي كمان لازم نحكي عليها أنه عطول للشخص اللي عم يقدم معلومة مهمة أو عم يقدم منتج صحي عطول عم يكون سعره غالي مثل معكرونة الشوفان اللي بالمول سعرها 500 جنيه ما في حدا رح يشتريها بشان صحة أنه هديك حق 100 جنيه فيها كمية دقون يعني 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 فأنه فزيت الزيتون هو لازم ما ينقطع من أي بيت طبعا الله يكون بعون الناس عن جد يعني الوضع المالي أنا أولا كتير مفقود عنه لا أنا مفقود أنه مفقود بس بسوريا أنه يعني موجود بس ما في ما في مال أحيانا العوائل كتيرة ما في مال يعني فصديقي مثلا الزيت يعني معلقات زيت للفرد باليوم أو معلقتين هني فيهم سعرات كتيرة يعني فيهم غذاء كتير وزيت الزيتون يعني يعني فتاح اليوتيوب فتاح الناس الأبحاث رح تلاقي فوائد لزيت الزيتون مو موجودة بأي شيء تاني يعني زيت الزيتون يعني فيه فيه أشياء يعني أنا ما بدي فوت بالبحث بزيت الزيتون موجودة الأبحاث كلها على الإنترنت فوائد زيت الزيتون والطريقة خلط زيت الزيتون مع بعض والبعض يعني سوري خلط مش زيت الزيتون خلط زيت الزيتون مع الأكل يعني شو بيسموها بيسموها خلط الأغذية فمسلا تصور تصور أنه هاي كمان عادة قديمة عادة كتير قديمة أنه مثلا نحن الحمص الفتة مش الفتة فيها خبز أو الفتة فيها خبز لازم يدخل معه زيت الزيتون أو صحن الحمص مثلا لازم يدخل معه زيت الزيتون ليش لأنه تصور قال أنه كتير البقوليات بدها بوليفينات اللي هي موجودة بزيت الزيتون برجع بقليك ما يفوت بالخصائص بشان الناس ما بتعرف يعني ما تقولك أنه يعني ما ما نفوت بالخصائص اللي بيعرف بيعرف شو في وقت زيت الزيتون اللي ما بيعرف عجل دي بحس عن فوق زيت الزيتون فتصور أنه إذا ما موجود زيت الزيتون مع البقوليات يعني البقوليات بيكون في كتير صعوبة بهضم أو بمعالجة ضمن الجهاز الهضمي رفت شو فنحنا عندنا بدائل يعني بإمكاننا نصنع أو يعني في عندك زيت الدرة ممتاز بس ينعمل بطريقة صحية نحنا مش عم نعرف شو عم نصير يا هشام بالمعامل ما عم نعرف شو عم نصير هلأ المخابز أنا بحكم أن أنا على تجربة هوني من فترة تجربة هاي أنه مننا نفتح مشروع خبز كامل حبة كاملة بخط إنتاج نحنا هلأ ننتجه بكمية بسيطة وبسعر كتير رخيص عم ننتجه للناس بكمية ضخمة جدا فأول شغلة شرطوها علينا الناس اللي بتتبن هاي المشروع أنه بدون يحطوا محسن على كيف منا نحط محسن هنا هيك الشركات عم تشتغل أنت نحنا كيف ما رح نشتغل بالتالشركات فأنا رفضت الفكرة كلها بس مشان فكرة المحسن يا جماعة المحسن هذا مشان تعفن أصلا خبز هذا بشكل يومي بيستهلك مش رح يقعد أصلا يعني أصلا خبز هذا رح يتنزل بكميات بسيطة فإنه في يعني طريقة الصناعة نحنا ما بنعرفها يعني أنت شغلة ما تصنعت قدامك خبز ما نعمل قدامك شغلة كاسة عصير ما أنت شفت كيف تصنعت ما تشربها ما تدخلها جسمك لأنه أنت ما بتعرف شو فيها فأنت لازم أي شي بدك تبدأ تاكل فيه أي شخص ما عنده مثلا أو مش حاب يعمل خلفية عن موضوع الأغذية وكذا بس كل شي يكون صحي مصدره طبيعي مصدره معروف مثلا اللبن ما تشتري علبة لبن زبادي هون عم إلا غيرونا مفاهيم كتير اللبن مثلا بسوريا ما تشتريه مختوم يا أخي فيه كتير نساء عم يشغلوا من بيتهم فيه كتير ناس فينا ندعمهم نحنا نشتري لبن عم يشغل بالبيت طريقة صحية طريقة تخمير يعني طريقة صحية 100% طبيعية تخمير بيأخذ زمن بيكون في حتى الأشطة بتكون يعني كتير سميكة أشطة بتكون فوق اللبن يعني يعني فيه بدائل كتير طالما ما في بدائل فما تدخل على جسمه والإنسان مش راح يموت نحنا هوم نفوت بمفهوم الصيام شوف قبل الصيام يعني نحنا شوف كيف الأشياء كلها بتصل آخر شي بتصب بنفس المحطة يعني اللي هي الصحة وهي فهم الجسم لازم الإنسان يتعود على أنه يستهلك الدهون كطاقة سواء دهون جسمه أو سواء الدهون العم يأكله فأغلب الأجساد وأنا كنت من الناصة دولة اللي جسمي مو متعود على طاقة الدهون مو متعود أبدا يعني بيجييني بسرعة ووجع راس ما أكلت لما أجي يصوم للصيام الإسلامي من مثلا صبح والله ساعة أربعة كون منتهي خالص ما في طاقة أبدا ليش أنه الجسم حتى الجسم بالحياة يا جماعة للصيام غير محقق لو الإنسان ما يعني خلى جسمه يتعود على طاقة الدهون لأنه للصيام اللي هي اسمه حرمان هذا وحرمان هذا بيؤدي لنتائج سلبية أخرى يعني عن جد فأنا برأيي كل إنسان كل إنسان يعني أنا بحكي عن نفسي وعن ناسي عن جد اللي أنا بشوفها بشكل شخصي ما في نقول لكل إنسان لأنه كل إنسان عنده حالة خاصة فيه يقوله برنامج خاص وخصائيين تغذي يعرفوا هذا الموضوع أكتر منه بكتير بس أنه لازم الإنسان بمرحلة من حياته أنه يتبع نظام خالي النشويات خالي السكريات ويواجه جسمه رح يجي فلور رح يجي أعراض جانبية كتيرة وجع راس مشاكل بضغط الدم رح تجي بس يصبر ممكن يعوض هذا الأخطاء اللي عم تصير أنه يعكل مثلا فاكهة بعدين الأعراض رح تطول رح تبعد الأعراض بس أنه أنا اليوم وقفت النشويات وأنا ضد طبعا توقيف النشويات وسيكافة بشكل مفاجئ لازم جسم يعني شوي 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 يطلعهم بعدين أنت تقطعهم لمدة شهر بس أو شهرين شي إنه تفوت على حالة اسمها الكيتونيسيس هي الحالة اللي هي أنه الجسم بصير يعتمد على طاقة الدهون عرفت شو فنحن ما فينا نوقف بسرعة السكر وهيك بشان ما يصير في مضاعفات مع الشخص شوي شوي حبة حبة لحتى يصل لمرحلة هي يقدر يعني أول شي يبلش بالمصادر الطبيعية يعتمد على المصادر الطبيعية بالأكل المرحلة الثانية يخفف النشويات يلغي السكريات يلغيها السكريات الصرفة يعني أول أول بتجي من الفواكه حتى يوقفها جد يوقفها لحتى ما يمكن حتى الجسم يحول النشويات أصلاً السكر فأتسوكي يعني مش رحي مش رحي جسم يحس بالجوع فبعدين يخفف النشويات شوي طبعاً بهذا الوقت بيكون عم يأكل دهون هو لأنه الدهون كتير مهم يلازم يأكل دهون كتير كتير يعني كمية كويسة من الدهون يعني لما يوقف يوقف عمل يعني يوقف النشويات بجسمه بيعتمد على الخضروات بكمية كمية بروتين بسيطة بإضافة للدهون الدهون هي كمية أكبر هذا اسمه الكيتو هلأ كتير منتشر هذا المفهوم الكيتو مصطلح الكيتو تماماً جاي بدي أقل لك أنه نظام غزائي سمعان بحمية الكيتو أيوة حمية الكيتو هي أنا هيك برأي عن تجربة شخصية يا جماعة يعني عن تجربة شخصية وإن شاء الله بعدين يكون في إثبات علمي هذا الموضوع الكيتو مش لازم يكون نمط حياة أبداً لازم يكون فترة يا أما علاجية يا أما فترة فترة يكون إنسان فيها وصل لمرحلة بده يعني بده يشيل شيء من جسمه يعني بده بديل بديل عن الكربوهيدرات لا هي أكيد بديل بس إنه هو بده يعني بده يعافي جسمه من مشكلة عم تصير عنده يعافتش فكرة يعني لازم لأي إنسان يفوت مرحلة هاي المرحلة الكيتو نسس هيك اسمها تقريباً فلازم يفوت فيها هاي المرحلة كتير مهمة بحياة الإنسان لما أنت تفوت فيها أهي شام مثلاً فت فيها أنت شهر شهرين وقفت نظام الكيتو بس ما وقفتوا بسرعة بسرعة يلا سكريات تفاح بلح كولهم لا مو هيك كمان ترجع السكريات شوي شوي مش أنت كمان جسمك يعني بنهاية آلة متناغمة ما في نحنا نصدمة بقرار لازم أحبة حبة من هيك أنت رح تصير ترجع سكريات أنت بترجع نشويات كارب نشويات مثلاً بس مش نشويات صرفي كارب يعني بحتوي على ألياف بحتوي على ثمرة أو عضو يعني مثلاً ممكن مثلاً بطاطا حلوة بخل على أكار طيب غير شي بعد مثلاً هاي بطخل مثلاً صحن شربة عدس منقوع قبل بيوم يفضل عدس حبة كاملة ويكون منبت كمان إذا هواحد بده يعبنه شربة فواكي مثلاً لا فواكي طبعتك تقول فواكي ليش الفواكي لا الجسم بدك تتناغم معه يعني بدك الجسم ما فيك أنت أكيد فيك تاكل فواكي ممكن تجيك أراد ممكن ما تجيك بس إحنا ما فينا نقول كل فواكي لأنه من الجسم هذا يتقبل الأشياء بسلاسة بهدوء يعني برتم سلس يقدر الجسم يتفاهم معه ويتفاعل معه بطريقة طالما نحن عارفانين شو عم نعمل هلأ هاي الحالة أنت لما تصل نرجع للصيام جسمك متعود على أنه ياكل دهون وياكل سكريات وياكل شو يعني الطاقة ياخد طاقة من الدهون والسكريات ومن المصادر طبعا في كتير مصادر تاني ف لما تفوت بحالة صيام إسلامي أي نوع صيام حتى لو صيام ماء وأنا ما عم صيام الماء كتير مهم بس هذا لازم يكون الإنسان أصلاً من تشرب المجتمعات العربية فالناس ما عم تستفيد من الصيام لسبب أنه جسمها ما ما عم يأكل التكتلات الدهنية ما عم يأكل يعني الكتل الدهنية مش عم يأكلها مش عم يفوت ينظف الجسم مش عم يفوت يقدر يشيلها السموم هاي مش عم يقدر يتغزى عليها عم يصير الإنسان يعني عم يحرم حالهم بالسكر يعني بصراحة هي عبارة عن تخريب الجسم لما الواحد يصوم هو معتمد عن طاقة السكر ولا هاي والله يا هاي شام أنا كتير بيزعل بيزعل كتير كتير يعني أنا طبعا مبسوط أني أنا وعيد للموضوع هذا بهذا الوقت مو بعد 40 سنة ولا بعمر كبير بس أنه بيزعل بيزعل أنه ما تعلمنا هذه القصص من لما كنا صغار أهلنا ما يعني أهلنا بيعملوها بالفترة ممكن بس أنه ما تعلمناه ونحنا صغار ما تعلمناها لازم علمونا ياها يعني والأطباء بيعرفوا هذا الكلام مين بالمين فنحنا هاي للصيام حالة للصيام صديقي هي للصيام هو أصلا تنظيف للجسم هو أصلا للصيام يعني بجميع أنواعه بكل الأديان هو تنظيف للجسم أنا قرأت كتير عن الصيام ونحنا مش بصددها لأن الشاحن الصيام أنه شو أنواعه وشو كذا بس أنواعه كتيرة جميع أنواع الصيام هي أنواع جميلة جميع أنواع الصيام يكللها صيام الماء لازم الإنسان بحياته كل سنة يمر 15 يوم بالسنة كلها 365 يوم إلى آخره يمر منه حشرة أيام 15 يوم على المي بس هذا طبعا برجع بقالك الإنسان اللي متعود على طاقة الدهون وجسمه قريد ينظيف يعني ما في عنده سموم ما عنده أي مشكلة لما أنت قلت صيام الماء هو أنه أنا ما أشرب ماء ولا يمر يوم مثلا أنا أشرب فيه فقط ماء لا أنت تكون عم تشرب ماء وسوائل ممكن تشرب مثلا معهو زنجبيل ممكن تشرب مثلا أشياء ممكن مثلا بس شاي لازم ما يكون فيه شاي شاي فيه سموم بده سكر لحتى تعادل هاي السموم تخيل شاي الأحمر وحتى شاي الأخضر فيه سموم أنت جرب الشاب جرب الشاب مثلا كاك كاسة شاي بدون سكر شوف رح حصير بجسمك الأعراض اللي حتجيك يعني فأنت ما فيك تشرب شاي بدون سكر فأنت مشان هيك ما تفوت جسمك بمرحلة سموم أو بمرحلة تنظيف يعني أنه فيها أسدتي فما من نفوت بهذه المرحلة فنحن نبعد عن المشاريع اللي مثلا اللي بده سكر أو كذا المثل الشاي مثلا بدك تعادلة مشان تصير صحية بجسمك هو بس سوائل حتى فيه تجربة يعني تجربة فيه ناس قلت لك شو هل حكي هذا فيه ناس بتآمن بالأمور المسلمات أمور الدينية فيه شيخ اسمه الألباني هذا صام صيام الماء منت 14 يوم تقريبا فهو أول سبع تيام يظل يفوت الحمام يعني بلما أخذي على فيه 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 مواد عم تطلع من جسمه تخيل أنت فأنه أو هو صام تقريبا شي شهر مش بتأكد من المدة زمنية بس أنه عم يحكي بالكتاب اللي عم يكاتبه أنه أنه تطلع من جسمه كمية كتير يعني كليات كتير من جسمه بس تنظيف طالما أنت متعود ع طاقة الدهون صدقني موضوع مو صعب أبدا صدقني صدقني هلأ فهمت ليش الصيام عن الماء بيكون فعال عن مرحلة ماء أو بيكون فعال لما أنت تكون بتعود ع طاقة الدهون لأنه هشام جسمك بيصير بيستهلك من الدهون المخزنة فبالتالي ما بيتدايا وبالتالي ما بيكون في عنده نقص بالتالي بيكونوا عم ينظيف نفسه بنفسه حتى صديقي هذا بيعتبر لبعض الأورام السرطانية الله يحفي عندنا وعن أحبائنا جميعا أنه هو بيكون بيرتوكول حتى طبعا برجع بلك فيه له تجهيز هذا البرتوكول ما فيك أنت بسرعة تفوت فيه أبدا هو بيرتوكول فيه له أخصائيين بيعطوه طبعا أخصائيين بحول العالم يعني مش أنا ولا يعني الباحثين هيك يعني بدون ينقذوا حالا الباحثين هني أصلا كتير متعمقين ومجربين كتير وبيعرفوا يعني قارئين كتير عن هذا الموضوع فهو بيرتوكول حتى يقضوا على أورام السرطانية إن هي عبارة عن أورام الجسم آخر شي يعني خلاص ما فيه سكر ما فيه أكل ما فيه أي مغزيات فهي بالضبط أو التنفس طبعا يعني أكسجين أكسجين يعني يستحيل يستحيل الجسم يكون فيه التهابات وهو بحالة صحية يستحيل هشام حط ببالك إنه إذا أنت بتنزع الدرجة تتعب معتا فيه مشكلة إذا واحد مشي عرق فيه مشكلة إذا واحد تنفسه ديق مشكلة إذا واحد عم يتعب بسرعة يعني مثلا طلعي على الشغل عم يتعب بسرعة فيه مشكلة يعني لازم الإنسان ينتبه كتير على حاله وموضوع مو صعب بس الواحد يثقى الثقافة بسيطة أحاول إنه ميكانزم الجسم هذا يعني معلش إنت مثل عوضع السيارة عم تشتري سيارة عم ضل لك شتلت شونا عم تعلم فيها وأحيانا سينة عم تعلم فيها طب أنت جسمك شهر واحد بس يعني يعني يستحق يعني عن رضي يستحق يعني طيب إيهاب ذكرت فكرة طبعا إنه للشخص اللي عم يبلش أو عم يعمر حمية كرمال إنه يخفض وزنه أو كرمال مرض أو إلى آخره أكيد هو ما رحضر عم يستمر على هاي الحمية حتى بعد ما إنه يوصل للوزن المسائلي مثلا صحيح؟ برأيي أنا أنه عن تجربة طبعا هلا أنا أنه حكم أني بديد بالجيم وببناء الكتل العضلية طبعا الكتل العضلية ما فيه اتنين يحكوا فيها يعني الكتل العضلية بدها كربوهيدرات يعني بدها كتير مغزيات وبدها طاقة ف يعني لا يمكن بناء كتل عضلية بأنه عن نظام الكيتو يستحيل يعني يعني شبه مستحيل أو شو إلا إذا واحد يأخذ كتير بوتين عالي وهذا الشي ممكن ينضر كتير الجسم يعني أو ممكن يأخذ كارب كمية بسيطة يعني بس هي رح يطلع عن موضوع الكيتو ما صفى ما صفى طبعا غير نظام فأنا برأي أنه النظام المثالي يمكن الكلمة شوي غريبة يمكن على البعض وبعض يعرفوها هي نظام الميكروبيوتك هذا نظام يعني غذائي ما رح لك شو تاريخه أو شو كزا أنه موجوده وفي النت يعني في أمكان كان أحدا يبحث فيه ويدرس فيه كمان هو نظام بيعتمد على الحبوب والبقول بالإشرة الحبة الكاملة يعني البقول بإشرتها بيعتمد على التوازن حتى ممكن ينسمح للشخص يأكل لحوم مرة بالشهر يكون في توازن بالصفرة تكون ملونة بجميع أنواع الخضروات بجميع أنواع البقوليات البقوليات السوداء البقوليات البنية البقوليات البيضة يعني مثلا الفصولية البيضة مفيدة للكلاوي الصغيرة بتفتت الحصاوي يعني في توازن بصير بالغذاء هذا الموضوع ما فينا طبعا نحن نشحه بشكل بسيط نظام الميكروبيوتك بإن كان أي حدا يفتح ويبحث عنه كتير نظام حلو كتير نظام جميل أنت أصدق نظام بيوتك هو نظام التنبيت لا لا نحن التنبيت هذا الموضوع الثاني التنبيت هذا الموضوع مختلف تماما عن الشي اللي عمنا كيفية نظام الميكروبيوتك هو نظام ونسبة بسيطة على الدهون ونسبة بسيطة على بروتين عرفتشو فهو نظام فيك تقول متكامل وبرجع بإنك ما فينا نشحه بشكل بسيط لأنه كتير كتير موضوع مو معقد بس بده بده بحث خاص فيه عرفتشو فأنا بنصح أي حدا إذا هو شخص يعني واصل مرحلة مثالية بجسمه يعني ما في دهون في كتلة عضلية بسيطة خلاص وصل مرحلة جسم المثالي يعني يعني الله لما خلقنا لازم يكون الجسم مثالي هيك الإنسان لازم يحافظ على هاي الهيئة يعني الهيئة اللي هي بتكون فيها كتلة عضلية بسيطة دهون ما في العضلات ظاهرة حتى لو صغيرة مو مشكلة ما في أي مشاكل صحية أبدا يعني مثلا ما في إمساك ما في كذا أمور تمام طبعا النظام ميكروبيوتك أنا اللي حاب يتبعوا في حال تبعوا رجاء رجزوا على موضوع المخمرات إنه هو موضوع كتير مهم تخمير يعني مثلا لازم يكون في خمائر بالأكل هي عن طريق تجي عن طريق المخللات بكل أنواع فأي حدا ماشي بنظام ميكروبيوتك بيعاني من الغاز أو بيقل لك بيعمل الغازات بيعمل انتفاخ أنت لأنك ما أكلت معه هي البروبيوتك والبروبيوتك فلازم هي البكتيريا النافعة وغذاء البكتيريا النافعة كمان في شي كتير مهم اللي هو كمان إنه الواحد لما يعلك يعني لازم الإنسان عنده كتير عنده طواحين بتمه لازم يطحن كتير يعني مش لازم يسف يسف ويبلع يلا إنه هي بتعمل تخميرات عجلت بصير صعوبة في صعوبة بالهضم عرفت شو؟ بصير بيرجع نفس المشاكل اللي هو تعب بصير يقل لك نظام الميكروبيوتك ونظام فاشل نظام كذا فهي نصايح يعني نصايح أساسية وهنا عادي بحسوا يشوفوا شو المتوفر وكتير في خيارات نظام ميكروبيوتك ونظام كتير في خيارات في خيارات كتيرة وما في شي بيخالف أجدادنا من قبل ولا شي بيخالف الطبيعة نوعا ما أنا شخصيا بحس أنه أكل الني هو اللي ما بيخالف الطبيعة بس أنه الميكروبيوتك هو نظام عن جد يعني يعتبر جميل جدا لأي شخص ممكن وصل مرحلة التوازن بحياته بصحته بكتلة عضلية وكل شي طيب خلينا ننتقل لفقرة الباتريون إذا ما بتعرف بكل أسبوع إذا كان الشخص عم يدعمنا على مستوى الخمسة دولار أو أكتر على الباتريون رح يكون بإمكانه أنه يشارك معنا بهذه الفقرة من خلال أنه يبعث لنا أي شي بالدية سواء المشاركة أو تعليق أو حتى أي سؤال بيخترع باله وللأشخاص اللي ما بيعرفون الباتريون هو موقع بيسمح لك أنك تدعم صانع المحتوي اللي أنت بتحبه بأي مبلغ مالي وأنت بتحدده وبالمقاب رح يكون في ميزات مثلا بالنسبة لنا هون ككريتيكال توك إذا كنت ميزات تاني لهيك بشجعكم على أقل تطلعوا صفحة الباتريون الخاصة فينا وتشوفوا كل الميزات وبإمكانكم تلاقوا الرابط بالوصف تحت مع رابط خاص للأشخاص اللي موجودين بسوريا وحبين يعرفوا كيف ممكن يدعمونا فإيها بالأشخاص اللي عم تدعمونا على الباتريون بعثونا بعض الأسئل اللي نحن حبين أنه نطرحون عليك بالبداية رهف عم تسأل هل اسمعت بحركة النباتيين بسوريا وشو رأيك فيه عموما مفهوم الإنسان النباتي مفهوم روحاني كتير عالي يعني مفهوم روحاني وكتير مفهوم جميل ومنطلقاته كتير حلوة الشي اللي عم يصير إنه الشخص اللي عم يتبنى نحن نقول يعني هذا المفهوم بصراحة يعني يعني فيه كتير أشياء يعني الإنسان لما بده يتبنى شي صحي أو شي مفهوم النباتية مفترض يكون متعاطف مع كل شي يعني ومتعاطف مع جسده أول شي يعني كتير مثلا من النباتيين بيعطلوا شيبس كتير من النباتيين بيشربوا حليب مصنع كتير من النباتيين عندهم الزيوت المهدرجة مثلا بيستخدموا تفضل الأقوية كتير من النباتيين بيستخدموا البروتين مكمل المكمل غذائي لحتى لأنه لقاوم أنه أنا ضد اللحمة بس أنا بأخذ بروتين مصنع تماما في كتير مفارقات يعني أنا بالله للأسف يعني كتير أصدقائي بيحددهم معهم بهذه النقطة أنه أنت كنباتي يعني مفهوم النباتي يعني هو لازم كل الناس تبناه عفتشو يعني فكرة فكرة قتل الحيوان أوكي إذا أنت مثلا تستخدم حليب اللي عم يطلع منه حتى مش تحرم ابنه من الحليب أو يعني كتير أنا بشوف مثلا مزارع بتبعد ابن البقرة ما سامت بتبعده منه مشان يعني تستهلك أكبر كمية من الحليب فهذا كتير شي يعني وحتى كمان يعني المفهوم النباتية يعني أنا هيك بتمنى من أي شخص متبني هذا المفهوم يتبنى بطريقة صحيحة يبعد عن الأشياء المضررة عن جد بالصحة ومضررة بالبيئة يعني مفهوم النباتية مفهوم كتير عظيم وأي شخص هو يتبنى هذا المفهوم وعن جد أنا بحترمه كتير أنه مفهوم يعني فكرة أنه هو يتخلى عن مغريات السوء تبع الطعام الموجودة وخاصة من الأشياء اللذيذة تعتبر يعني بين الناس فهذا إنسان عظيم يعني جد يعني برافو عليه بس يعني يدير باله من الأصص اللي يعني ما من نفوت بالأشياء اللي بتناقض المفهوم الأساسي تبع النباتية ربع عم تسأل كيف بخلق محفز ذاتي أو نفسي قبل ما أنه يكون محفز جسدي عمليا لحتى أنا أبدأ بالخطوات أكيد إنه هو أصلا المحرك تبع الإنسان هو العامل النفسية فأنا برأيي إنه الشخص لما بده يبدأ يغير شيء بحياته بيحط جدول هيك برأيي أنا وهي الطريقة أنا شفتها أحد الأشخاص عم يحكي عننا يعني مش طريقتي هي أنا مبسط فيها كيف شارحها إنه مثلا نحط الأشياء اللي راح تغيره قديش ما راح يرتاح فيها وشو يعني فيك تقول شو إيجابيات إنه لما يتغير شو راح يصير ولو استمر بهذا السيستم شو راح يصير مثلا أنا كشخص عندي سمنة لو مش سمنة أنا ما بش راح أقول السمنة سمنة هي مش يعني مش عيب ولا هي بس يعني هي حالة جسدية حالة يعني حالة مش صحية للإنسان لازم يعني يحاول ينقذ حاله بقرب وقت والله يقدر الكل يا رب عن جد تكون أولوية فيحط الإيجابيات تبع لما أنا بدي اتغير شو راح يصير شو نوع مثلا فيه إيجابيات تاف هتعتبر بس هي إيجابيات مثلا أنا أنا كأحد الأشخاص كنت حاني من شراء بنطلون مثلا بالسوق هون عن جد فأنه هاي من الإيجابيات حطيت أنه أنا يعني هاي إيجابيات فيه شو تبع التاريخ تبع الأهداف البعيد وأهداف القريبة فأنا هيك صار معي يعني فبدأ أنت أهداف أنه أنت لو تغير شو راح يصير هذا شي كتير على شفكرة بشجعك حطه قدامك وراء أنت لو تغير شو راح يصير بأي مجال بأي دراسة بأي شي بتعمله بحياتك وإذا أنت ضليتك مثل ما أنت شو ممكن أنت حدا كتير حباب أخي أعطيني هالمايك لعندي لأي لك أنا كيف بأي سمع عيني شوف سمع عيني والله يعني أنا يعني أنا يعني من بعد ما أهلي وشافوني وأنه كتير رحفان وكذا وقلنا وعلمنا ورفقاتي كمان ورفيئي موجود بكندا ورايبتنا كمان بالشام وأنه ساعدنا كيف أنت عملت أول كلمة بقل له أعطيني سبب فعلا حقيقي أو ألم أنت عم تشعر فيه يعني قنعني بوجود حاجة أو أنه ألم أنت ممكن ألم نفسي ممكن أنا مجسدي ممكن عدم تقبل لنفسك ممكن ممكن إلى آخري قنعني أنك أنت عم تتألم بشكل ما لحتى أعطيك هاي الحمية اللي أنا تعبت بأنه بحست عنه يعني هو إيهاب جنبي بس أنا تعبت بالأسئلة بس فأنا ببساطة بس هنا ما بيعرفو هنا ما بيعرفو إيهاب فببساطة أنا إذا ما أخذت جدية والتزام بأنه أنت عن جد عم تتألم أنت عن جد متدايق من حالق يعني مثلا واحد قريبي موجود بكندا قلت له قلت له أنا بس أعطيني سبب واحد بيدفعني لأنه أنا تابعك ولا قل لك شوف شي لأنا عملت ولا خسرت هذا الوزن قال لي بصراحة أنا عن جد ما عم بتقبل حالي لدرجة أن أنا ما عندي ثقة لحتى روح أحكي يعني حتى روح أتعرف مع ناس حتى أنه روح أتعرف على يعني أنه عصبايا بها البساطة بها البساطة بها البساطة أنه أنا ما عندي متقبل حالي أوكي للاحظة أنه ما مشكلة يعني سبب مقنع كافي هذا أوكي بس أعطيني أشياء تانية أكتر أوكي ماشي أنت هلأ جدي حدا تاني صديقتي صديق كتير مقرب قلت لي برو بدك تساعدني كتير ضروري بدك تقلي شو أنت بتعمل قلت لي عطيني التزام واحد أعطيني بس سبب واحد تعرف شو قارتلي طبعا أنا طبعا أنا يعني هي مفكرتني عم أمزح أنا قلت لها قلت لها بس اقنعيني أنك أنت بتستحق هاي الحمية قلت لها تبريني أنا خيطو دافع مصارح هالحمية هاي بس اقنعيني أنك أنت بتستحقية وأنك أنت فعلا رح تمشي أنه أنت ما رح تعزبيني وخني ضيع وقت على لأنه إشرحلك وتابعك وكذا وإلى آخره لأنه هي الحمية هي حمية فكرية قبل ما تكون حمية جسدية أو ملموسة أو مادية جاوبتني جواب أنا شقني بالنصشة قلت لها خلص أنت مالك جدية بالحمية بصراح ما فدعي لك قارت لي ببساطة لأنه يبر أنه حاش تكون حساس لها الدرجة يعني ما بدك لها الحساس يعني أنه أنت خلص ما في داعي يعني أنا بيعطيكي عنوين روحي أنت يدوري ويعني بالرغم من أني حطيت له هذا الحاجز بس يعني بالنهاية عطيته أنه أنا أكتب لك مفاتيح روحي دوري فيهم وفهمي الآلية اللي جسمك بيشتغل فيها معنى اشتعبي شوي أنا بصراحة تعبت وسألت ويعني يعني تعذبت فيها لحتى أنا حصلت هذه المعلومة فأنت لحتى تقدر هذه المعلومة لازم تتعبي فيها إذا ما تحس بألم أنت هذه الحمية ملأ لك لأنه ما رح تلتزم فيها في أشخاص أبراهيم بدي أشخاص ثانين بدي تعمل أجسادة جميلة يعني بيكون أجسادة هي مش هدف الألم بالنسبة لي لحد هلما أجاني حدا يعني مش هدف الألم هدف أنه مش هدف تقدر ألم هدف تصنع جسم جميلة لو أجاني حدا هي من عيني هي قبل هي على الأقل في محرك بس بينما تبعا أنه اللي آه والله بشوف يا بجرب يا لأ يا بحبة أنا هذا التزام المغنج يمكن هاي لحظة تاريخية أنا بكون متفق مع إبراهيم على شغلة بكتير من الأوقات هاد واحد من الأسباب لي أنا ضدك مو أنه ضد مية بالمية بس كده هي شي منيح بس بكتير من الأوقات المعلومة المجانية ما حد يطبقها لأنه مجانية لأنه موت عبار فيها عرفت عليك كيف واحدة من الأصص اللي أنا بعملها مثلا اللي تعلمت أعملها مو بعملها تعلمت أعملها خصوصا الوقت كنت أشتغل بالتصديق مثلا مع فريق العمل وكذا وإلى آخر لما حدا يجيني مثلا اوكي ليك هشام أنا عندي مشكلة بموضوع فلاني مثلا بموضوع ما بحاجة مساعدة او مثلا هلأ إذا حدا بيجي بيقول لي هشام أنا بدي أتعلم كيف نظم وقتي ما بجاوض بتعرف شو بعمل صدر أو هذا الشي اللي تعلمتك رمال ما ضيع وقتي لأنه وقتي مهم بقول لك ليك إيهاب أنا كتبت أنا كاتب مقال عن الموضوع رح أبعط لك الرابط طبع وقرأه ورجع لي حلو 90% من الأشخاص ما بيقرؤوا أصلا من هاي لأنه مو غايتهم وأنت كاتب مقالة جد ولا أنا عن جد عامل يعني كاتب كتير مقالات بهذا الموضوع آه حلو برافو أو عاملين بودكاست عن الموضوع أو إلى آخر أو حتى إذا مو أنا بشكل شخصي ليك في أنا هذا الفيديو حضرته كتير حلو صح حضره ورجعني بنحكي بالموضوع لما أنت جايني بهذه المشكلة وأنت ما بزلت الوقت وجهت كلمة تحضر فيديو أو تقرأ يعني تقرأ مقال ليش أنا لحط وقت وجهد عليك عرفت عني شلون صحيح فإيه إذا ما بعرف زي هيك أنت أصدق إبراهيم بس أنه معك حقيقة تماما تمام بالضبط أنا ضي وقت وجهد على حدا وليك أنا ما أنا لحد اللي تبع أنه هذا اللي عم يبحث على أنه لا بدي زلك لا تحصل عليه لا بس حسسني بأنك أنت عن جد عن جد في شي مدايقك أنه خليني فعلا أنا أنه أنا يعني حسسني قديش أنت بدك يا لحتى أنا يعني حتى أنا أبحث معك يمكن هذا لازم شوي تعادله براهيم يمكن هذا شوي لازم تعادله بدل ما أنك تطلب هاي الأصصة طبعا اللي هي رح تبين بأسلوب أنه ليك أنا عندي كنز وعرفت عليك رح تبين بأسلوب أنه ليك رح زلك حتى تعطيك المعلومة وجربها هاي الفكرة طبعا أنه ليك رح أبعط لك فيديو حضره وتعالي وشوفوا إذا رح يرجع قول هلأ قول هلأ قول هلأ صار يزبط يعني هلأ باعتبار عملنا هالبودكاست أنه ليك حبيب رح أبعط لك بودكاست تمام بتضبضيح اسمع هاي البودكاست وجعلي بس ليك عن جد يعني عن جد يعني 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 بالرغم يمكن من الشكل الهجومي اللي أنا حكيتها فيها أنا هاي هذا الشي ما بيحكيه إلا للحد اللي أنا بمونع عليه للحد الأي بلس بالنسبة إلي يعني يعرفت كيف لحد طبعا أنه فيه مونين يعني أنه خراس وطبق هذا اللي عم إلا قليلا إذا دك استفيده بس لأنه أنا استفدت بالرغم صدقا الموضوع يعني الله يوفق الكل وكلما كلامنا حكنا هذا كله يعني كله بناءنا عن تجربة شخصية وتجربة حتى عن إبراهيم لما حكى كمان عن تجربته بتكلم يعني عن نفسي أنا هذا كان الخيار الوحيد والخيار أنا اللي غير لي حياتي للأفضل روحانيا أنا حسيت أنه فيه شي جديد تتملك تتملك هالإنسان هذا فيه عادات اندثرت عادات كانت سيئة جدا يعني فأنا بحس أنا عن نفسي بحكي عن ذاتي يعني يعني برجع بإلكن إنسان ينقذ حاله أهم شي ينقذ حاله أنه الإنسان أي إنسان بأي مرحلة بأي عمر بأي وضع ستكوني قادر إنه يتغير للأفضل وللمثالية كمان مو بس الأفضل لأنه الله جميل وهلكون مخلوق بكمال يعني كمال كتير حتى بدقة كتير متناهية فلازم نحن كمان نعيش حياتنا بدقة متناهية مع إجسادنا مع أقرباءنا كل شي يكون بشكل منطقي مش منطقي للشي اللي هلأ نحن ببالنا منطقي للطبيعة ويعني الأشياء الروحانية تكون متجسب طريقة حلوة أشياء المادية خلقوا متجسب طريقة حلوة يعني كلنا ما نعيش ما نعيش حياة وحدة بسلام محبة مرتاحين جسديا ونفسيا بدون استرس بدون هيك عجلة هي أمنيتي لكل الناس يعني وكل اللي عم يسمعونا شكرا كتير يا إهاب حالو شكرا كتير يا إهاب وطبعا شكرا للأشخاص اللي عم يدعمونا على الباتريون اللي بعتونا الأسئلة وشكرا لك يا إهاب أنك جاوبت عليهم وطبعا للأشخاص اللي عم يسمعونا وحابين يشاركو بالبودكاست وبفقرة الباتريون ففيكن تشاركو من خلال أنه تدعمونا على الباتريون على مستوى الخمسة دولار أو أكتر ومجتمع كريتيكال توك شكرا لأنكم خصصتوا الوقت للاستماع على البودكاست ولا تنسوا تعملوا اشتراك للبودكاست على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وكمان كتير بتساعدونا إذا بتتركوا تقييم على أبل بودكاست أو على موقع البودكاست العربي وإذا حابين تتواصلوا أكتر معنا وتشاركو النقاش ففيكن تنضمونا بجموعة كريتيكال توك على تليجرام وكمان فيكن تتابعونا على موقع السوشال ميديا اللي بتعرفونا وأخيرا إذا فعلا حابين تدعمونا ففيكن تعملوا هذا الشيء من خلال بيتريون وفي كتير ميزات وأمور رح تحصل عليها مقابل هذا الدعم وأكيد كل شي روابط للأمور اللي ذكرت موجودة تحت بالوصف بالنهاية بيتمنى فأنا تكونوا استمتعتوا بالبودكاست وحصلتوا منه عفايدة بالتوفيق للجميع باي يا شو باي